اشتركوا في القناة المعنى هو عدد من الأمور المرتبطة بهذا الزلزال الكارثة الذي أصاب المغرب يوم 8 شوتنبر وعدد من القضايا التي تداعت على هذا الزلزال أستاذ القريني أهلاً وسهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً شكراً على الحضور ومرحباً بك أستاذ القريني بطبيعة الحال هي أزمة طبيعية التي تعرضها المغرب يوم 8 شوتنبر الآن ندخل سبوعها الثاني إلى أي حد تم تدبير هذه الأزمة بما يجعلها الآن نراها بهذا الشكل حقيقة أن الأمر يتعلق بكارثة يعني كارثة حقيقية كارثة طبيعية وهذه الكارثة كما ذكرت يعني الأخ مونير هي تمخذت عنها مجموعة من الأزمات طبعاً الكارثة كانت كبيرة بالنظر أولاً لقوة الزلزال بالنظر كذلك للمناطق التي أصابها وهي مناطق طبعاً معروفة بتدرسها الوعرة ومعروفة كذلك بصعوبة الوصول إلى خصوصاً مجموعة من هذه المناطق وأيضاً كما قلت بالنظر إلى الأزمات المتفرعة عن هذه الأزمة أو عن هذه الكارثة طبعاً لا نتحدث عن الضحايا تغمضهم الله برحمته ولا نتحدث عن الجانب المتعلق بانهيار المنازل ولكن نتحدث عن التبعات المرتبطة بمشاكل الإيواء مشاكل التغذية مشاكل نفسية مشالك المتصلة بتوفير اللوازم أو المستلزمات التربوية لهؤلاء الناجين وكذلك المتضررين وأعتقد بأن المغرب حقيقة وبحكم أنه أولاً المغرب بلد معني بالكوارث الطبيعية ويعني بمختلف تجليتها المغرب معني بالزلازيل المغرب معني كذلك بالفيضانات بحكم أنه يحتضن مجموعة من الأنهار ولهو جهتين بحريتين المغرب كذلك معني بالتصحور معني كذلك بالجفاف معني بالحرائق بحكم كذلك وجود مجموعة من الغابات في المغرب وهذا ما جعله حقيقة يراكم جربة مهمة جداً يمكننا أن نتحدث هنا طبعاً عن الصندوق الذي أحدثه المغرب في 2007 والذي طبعاً أو 2009 على ما أتقد ودخل حيث تنفيذ يعني قبل يعني حوالي ثلاث سنوات بالإضافة إلى ذلك هناك استراتيجية وطنية تدعم التعاطي بشكل مندمج وبشكل يعني تشاركي مع مثل هذه المحطات بالإضافة أيضاً إلى ذلك هناك مجموعة من الخطط التي رسمها المغرب والتي حقيقة تعني مجموعة من الوزارات يعني هناك جهود حقيقة مهمة جداً بُدلت على هذا المستوى ولذلك لا نستغرب حقيقة في أن المغرب عندما أصبته أو عندما كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الدول طبعاً عانى من جائحة كورونا يعني كان تدبيره لهذه الجائحة تدبيراً محكماً يعني تمكن من تلافي الوصول إلى مرحلات الخطار ورغم الإمكانيات الصحية على توضعها ورغم كذلك الإشكالات الاقتصادية التي تطرحها مثل هذه المحطات ولكن يعني المغرب استطاع أن يتخذ مجموعة من القرارات الصارمة منذ بداية الأمر وأعتقد بأن حتى الإشراف الملكي على هذه المحطة طبعاً أتى حدثنا عن كورونا كلها عوامل حقيقةً سهلت يعني مؤمورية التعامل مع هذه الأزمة نفس الشيء الآن يعني يلاحظ حقيقةً أنه منذ البداية تم اتخاذ مجموعة من التدابير وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي كما قلت يعني بإشراف الملكي وتم إحداث خلية التعامل مع هذه الكارثة وبالصورة التي حقيقةً لاحظنا على أنه يعني رغم هول ونتحدثه بصراحة رغم هول يعني الكارثة ورغم طبعاً الفجائية ولكن يعني الحمد لله المغرب استطاع يعني بشكل خصوصاً تكاثف جهود مجموعة من السلطات تحدثنا عن المصالح الويقاية المدنية عن قوات المسلحة الملكية وزارة الصحة وزارة الداخلية الدرك الملكي الأمن الوطني بعض الهيئات كالهيئات هيئة الهلال الأحمر المغربي بالإضافة أيضاً إلى وهذا هو الجميل أيضاً وهو انخراط المواطن المجتمع انخراطه بصورة كبيرة جداً من خلال التضامن من خلال التبرع بالدم من خلال مجموعة من القوافل التي بيّنت حقيقةً طينات المغاربة لأن إذا كانت الأزمات والكوارث مع الأسف تكشف عن بعض المرتزقة بين قوسين أو عن بعض مستغلي أو تجار الأزمات وصماصرة الكوارث أيضاً هذه الأزمة كشفت الوجه الحقيقي للمغاربة وهو وجه التضامن ووجه الوحدة في مثل هذه اللحظات الأمر الذي هونا يعني من معاناة السكنة وجعلهم يشعرون بأن كل المغاربة يفكرون فيهم وهذا داعم نفسي لأن في مثل هذه اللحظات طبعاً الأمر يقتضي حقيقةً يعني بلوارت جهود كما قلت جماعية بالصورة التي يمكنها أن تخفف من العناء وتخفف من هذه المشاكل بالأضافة أيضاً وهذا أمر مهم جداً إلى الزيارة التي قام بها جلالة الملك أيضاً إلى المستشفى الجامعي وزيارة مجموعة من الضحايا التي أبرزت أو أعطت الانطباع ليس فقط للمتضررين بل للمواطنين لأن هناك حرص على مواكبة ومتابعة هذه الكارثة لا على المستوى لأن نحت التدابير التي اتخذت هي لم تكن فقط تدابير مرتبطة بالتعامل الآن مع الوضوء وهذه هي فلسفة إدارة الأزمات وفلسفة التدابير الكواريت وهي التعامل مع اللحظات الآنية دون إغفال كذلك مستقبل أو لعكاسة المستقبلية لهذه الكارثة على مستوى الإيواء على مستوى الدعم النفسي على مستوى التربوي على المستوى أيضاً حتى تمكين هؤلاء الناس أو إعطاهم أمل بأنهم يعني الأمر لن يتوقف فقط على الحصول على الأغضية وعلى الخيام وعلى التغذية بل ورجوع أبنائهم إلى المدارس ولكن أيضاً على مستوى تأهيل المنطقة وإرساء بناء يعني يحترم كرامة المواطنين ويحترم كذلك المواصفات المطلوبة المواصفات الأمنية المطلوبة بالنسبة لتكلمنا داخلياً معروفوا أنه الزلزال عنده أحد الأثر أثر الواطني وأيضاً الدولي طب الحال كانت إشادة مجموعة من المؤسسات الدولية بهذا التدبير ديالالعزمة ولكن الاستثناء كان هو فرنسا في نظارك كيف ولماذا تعاملت فرنسا مع المغرب في ذلك الزلزال الكارثي بهذه الطريقة العنجهية والغطرسة؟ أعتقد وهذا أمر حقيقة المؤسف أن في مثل هذه اللحظات يفترض في المجتمع الدولي أن تتعاطى مع الأمر من المنطلق أن هناك كارثة ومن المنطلق أن هناك معاناة إنسانية وهناك انشغال صانع القرار وحتى المواطن بهذه المأساة يفترض أن يتم التعامل مع هذه اللحظة بقدر من الرقي وبقدر من الإنسانية طبعا توظيف هذه الكارثة ومحاولة تغليف بعض التحركات بأمور سياسوية أعتقد أنه يسيء لفرنسا كثيرا خصوصا وأن مسألة المساعدات أولا هي قبولها من رفضها هو أمر سيادي متروكل للدول ومتروكل للدول بحكم تقييم الوضع هل فرنسا هي التي تعرف الآن الأوضاع في الميدان؟ هل السلطات الفرنسية هي التي الآن تقوم بالجهود وتجمع المعطيات منذ تفجر الوضع؟ هل تعرف معلومات حول هذا المغرب؟ هو الذي سلطته بصورة سيادية يعرف تطور الأوضاع الميدانية وما إذا كان بحاجة إلى مساعدات أم لا أم أن هناك مساعدات ستأتي لاحقا خصوصا وأن الأزمة كما قلت لها تداعيات آنية وهناك تداعيات أيضا مستقبلية بالصورة التي تجعلنا أن المغرب لم يرفض المساعدة كل ما في الأمر أن المغرب يختار أو يتعامل مع هذه المساعدات من منطلق الواقع ومنطلق تطور الوضع الاحتياجات أيضا نهيك عن هذا الأمر حتى قواعد القانون الدولي لأن القانون الدولي حقا هو يعني يتحدث عن مثل هذه اللحظات الكوارث يتحدث عن دور الأمم المتحدة يتحدث عن هناك كذلك جهود دولية في إطار بعض الاتفاقيات إمثنائية أو جماعية أو إقليمية هناك كذلك مجموعة من المبادرات كإطار سنداي هناك يعني مرتبطة بالكوارث الطبيعية يعني الفيضانات وغيرها ولكن القانون الدولي دائما يعطي الدولة يعني باعتبارها هي صاحبة المبادرة وصاحبة القرارات وصاحبة السياسات التي يمكن أن تواكب بها الوضع طبعا لأن حتى المغرب يقيم الوضع ما إذا كان يحتاج إلى طلب هذه المساعدات وحتى حدة أو نسبة هذه المساعدات ومن هنا أعتقد بأن فرنسا ارتكبت أخطاء كبيرة في هذا الخصوص لأنها ربما تحركها عقدة عقدة بأن الغرب أو بأن فرنسا هي التي تمتلك الحل وهي الكفيلة بإنقاذ الضحايا وبأن المغرب ربما ليس له الإمكانيات الكفيلة بالتعاطي باحترافها مع الوضع في حين أن الواقع بيّن بأن المغرب تجند أنا حقيقة وأتحدث معك كباحث متخصص في هذا المجال يعني المغرب حقيقة تعامل مع الوضع بشكل احترافي يعني تدخل مجموعة من السلطات وخصوصا قوات المسلحة الملكية كيف تم بناء الخيام بشثورة قياسية كيف تم إيواء الضحايا كيف تم إيصال الغداء إلى غير معناه أنه ليس هناك فراغ حتى نتحدث عن عرض المساعدات الدولة تقوم بأجهزتها وبإمكانيتها وهناك أكثر من ذلك كما قلت حتى تنخيها الخيرات المواطن ولا أعتقد بأن في فرنسا عندما تقع أزمات أو كوارث من هذا القبيل نجد نفس التضامن الذي وجدناه في المغرب طبعا لم يغلقها طبعا 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 تعامل وجهود دولية وهذه كما قلت الأمر يتعلق بسياسة سيادية المغرب هو الذي طبعا يتابع الوضع كتب عدد المساعدين أو طبيعة هذه المساعدات مرتبطة بالوضع لا ننسى بأن المناطق صعبة المناطق التي وقع فيها مركز أو كان فيها مركز زيزير كانت يعني مناطق وعرة المسالك وها مجموعة من المسالك يعني وأنت زرت طبعا المنطقة تعريف بأن مجموعة من المسالك قطعت بتسقط الحجارة الضخمة هناك بعض المسالك الضيقة أو التي لا تسمح بمرور السيارات ولاحظنا كيف أن القوات المسلحة الملكية استعانت بالدواب في إيصالي يعني وهذا طبعا هم مشكرون على هذه الإجتهادات وعلى هذا الإصرار لإيصال المساعدات والأغضية والأغضية للمتدررين في مناطق نائية فبالتالي كل هذه الأمور هي الدولة هي التي تملك هذه المعطيات وتمتلك هذه المعلومات في إطار تقييم الوضع وما إذا كان بحاجة لمساعدات تقنية دولية يعني هل هؤلاء التقنيون الذين سيحضرون هل سيمكتون في الفندق فقط أم ينتظرون إذن المغرب ربما وهذا طبعا من حقه أن ينتظر اللحظة التي يمكن فيها أن يلجأ إلى هذه الدولة أو تلك ترجمة نانسي قنقر